موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى من سار على أثرهم ولنهجهم اقتفى اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد شاهدي الأكارم وشاهدات الكريمات تحية من عند الله مباركة طيبة ومع لقاء جديد ومتجدد في سلسلتنا قصص وعبر الإنسان في هذه الحياة يتعرض لمواقف ويتعرض لضغوطات وقد يسمع كلاما أو يقع في إحراج في مشهد من المشاهد وردة فعله تنبئ عن خلقه تنبئ عن ما يكتنزه بداخله تنبئ عن جوهره ومكنونه لذلك مثل هذه المواقف هي امتحانات يتعرض لها الإنسان وينبغي عليه أن يجتهد قدر الإمكان أن يخرج منها ناجحة أن يخرج منها فائزة أن يخرج منها مضفرة يروي لنا أحد الصالحين في مشهد يحاكي مثل هذه المشاهد عن أحد إخوانه وكان هذا الأخ من إخوانه الذين يحبهم ويستشعر فيهم الصلاح ويستشعر فيهم ملامح الاستقامة والهداية بتوفيق الله يقول رأيت أخي هذا في يوم من الأيام وهو يمشي في الطريق فتعرض له أحدهم وأسمعه كلاما جارحا قال له كلاما فيه فضاضة وفيه غلظة كلام جارح فقال فما كان من أخي هذا الذي كان يعتقد فيه الصلاح قال لما سمع كلامه هذا قال له كلمتين آجرك الله على ما قلت في من صواب وغفر لك ما قلت في من خطأ كلمتان رد بهما على هذا الرجل الذي قال له كلاما جارحا قال له إن قلت في كلاما صائبا فإني أرجو أن يثيبك الله عز وجل وأن يؤتيك أجر هذا الكلام وإن قلت في كلاما غير ذلك وكان كلامك خطأا فإني أدعو الله عز وجل أن يغفر لك يقول هذا الرجل الصالح والله إني لأحب أخي هذا وما شعرت بأني أغبطه على أمر كما شعرت بالغبطة التي شعرت بها عندما سمعته يقول هاتين الكلمتين لهذا الرجل لأنه يدل على أنه كان في أرقى مراتب ضبط النفس وفي أرقى مراتب التحكم في نفسه شخص يأتيك ويعترضك في الطريق ويقول لك كلاما جارحا قد يسبك قد يوبخك قد يقول لك كلاما لا تحب أن تسمعه أمام الناس ورغم ذلك تحمل مثلما جاء التعبير عنه في القرآن الكريم بكظم الغيظ تحمل كل ذلك الألم وتحمل كل تلكم الإساءات وعندما أنهى الرجل كلامه لم يرد له بكلام مماثل مصداقا لقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به لم يرد له كلاما مماثلا وإنما قال له ردا فيه كثير من الحكمة وفيه كثير من التوجيه لهذا الذي سابه وشاتمه قال له إن كان فيما قلت فإني أرجو أن يثيبك الله عز وجل وأن يعطيك خير الأجر وإن لم يكن فيه وقد أخطأت في حقي فإني أرجو أن يغفر الله لك هكذا كان ديدنهم هكذا كان شأنهم هكذا كانت طبيعتهم يأتي أحدهم إلى أحد الصالحين فيقول له والله لو قلت لي كلمة لقلت لك وأسمعتك عشرة أي لو كانت قل لي كلمة سأسمعك عشرة كلمات كان يتوقع أن يقول له وأنت إن قلت لي عشرا فإني سأسمعك مئة مثلا فما كان من هذا الرجل الصالح إلا أن قال له والله لو قلت لي عشرا لم تسمع واحدة أي قل ما شئت سبني بما شئت قل في كلاما جارحا كما شئت فإنك لن تسمع مني ولو كلمة واحدة هكذا كانوا يتحكمون في مشاعرهم ويضبطون أحاسيسهم ويضبطون ألسنتهم ولا يقابلون الإساءة بالإساءة مقتفين بذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه الرجل ويأتيه الأعرابي فيجدبه من ردائه الجذبة الشديدة التي تؤثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان يلتفت إلى ذلكم الأعرابي الذي أساء إليه ويقابل إساءته بالإحسان ويبتسم في وجهه ويقول له ما حاجتك فيقضي له حاجته بعد أن يسأله إياها فهذه عبرة عظيمة نريد أن نقف معها من خلال هذه القصة وهو أن الإنسان ينبغي عليه في هذه المواقف الصعبة أن يظهر معدنه الأصيل وأن يظهر جوهره الطيب وأن يكون ذلكم الشخص الذي إذا أسأت إليه ازداد معك إحسانا لأنه يحتسب تلكم الإساءة عند الله عز وجل ويرجو بصبره عليك أن يكون أجره وثوابه عظيماً وجزيلاً عند الله عز وجل يوم القيامة وهذا لن يكون ون يتأتى للمرء المسلم إلا إذا وطن نفسه على مواطن الخير ورباها على الكلام الطيب وعلمها بألا تسيئ إلى من أساء إليها وأن لا تقابل الإساءة بالإساءة وأن تقابل الإساءة بالإحسان حتى جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي أصحابه فيقول صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك وعن من أساء إليك بهذا يرتق الإنسان في مدارج مكارم الأخلاق العالية ويكون متحلياً بكريم الأخلاق وحميد الشمائل فيوصف بذلك من الذين حسن خلقهم ويكون يوم القيامة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه منزلاً وهو الذي قال وإن من أقربكم مني منزلاً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكلافاً الذين يألفون ويؤلفون فاللهم إنا نسألك أن تجمل أخلاقنا وأن تحلينا بمكارم الأخلاق وحميد الخلال إنك ولي ذلك ومولاه والقادر عليه والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر